السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ مع بعض Chapter 11 واللي بنتناول فيه Justifying the use of robots وبنبدأ بالLearning Outcomes فبيقول لي How to justify robots cost through payback period calculations والLearning Outcomes التاني How to justify robots cost through return on investment calculations لو دينا نشوف steps in satisfying the robot use الحان أنا بقول إن إحنا مش هنيجي في الplant بتاعتنا مباشرة ونيجي نقول إن إحنا دلوقتي خلاص طلعت في دماغنا إن إحنا خلاص ننتقل إلى إن إحنا نشيل كل العمال ونبدأ نعمل Automation System ونطبق Automation System على الplant بتاعتي ده لابد إن الأول أدرس هل هذا الأمر يصح وينفع لهذا المصنع ولا لا طب ده عن طريق إيه؟ عن طريق العملية اللي إحنا هنتناولها الآن وعايز أقول نقطة تانية يمكن تكلمناها في أول ما بدأنا الروبوت بارت إن إحنا قلنا إن الروبوت Unskilled Operator يعني فيه جوبس يا شباب ما زلنا لا نستطيع أن نعتمد على الروبوت إن هو يقوم بيها ونستغني عن الإنسان لأن الروبوت يستعمل في الوظائف التي لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها أو أن فيه مخاطرة على الإنسان أن هو يقوم بها ومن هنا كان نحن لابد نحن من الجانب اللي هو الأول هل يصلح ولا ما يصلحش؟ وثانيا من الجانب الاقتصادي هل هيعود علي بربح؟ لأن أنا كفي نهاية أخير من الجانب أحتاج إلى تقوم بعمل من الجانب يعني أنا مش عملي البحل تده كده هو إن أنا فور فان لا إذا أنا ليا عملية استثمارية اقتصادية عايز أشوف أنا هجني منهاي فبيقول لي فالfirst step in justifying the use of robots is أول حاجة نولي decide where and when to put in the robot to work secondly study the relative cost of doing the job by human and robots finally make sure that all other possible alternatives for doing the jobs are checked out إذن قبل ما أعمل الروبوت أو استعمال الروبوت لابد ان انا امر بهذه المراحل بعد كده بقول لي there are two reasons why company should put in a robot ليه ليه عمرين اول حاجة بقول لي to increase profits عشان ازود الربحية تاني حاجة to do job that humans are unavailable to do it زي ما احنا قلنا في مثلا unusual places ان انا mounting the robot in the ceiling or in the floor تاني حاجة ان انا اشتغل في المصنع الhazard jobs او الhazard environment دي طبعا مش هقدر استعمل فيها اروك